بقوله جل جلاله يومئذ يود الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الآرقم 41 فكيف إذا جئنا والآرقم 42 مشهد الخز والندامة والخجل والمهانة لأولئك الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبروا واختالوا وبخلوا وأمروا الناس بالبخل وكتموا فضل الله وأنفقوا أموالهم رئاء الناس ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر فهاهم واقفون في منتهى الذل والخز والعار بين يدي الواحد القهار وقد تجلت لهم الحقائق نعم فكم من مصيبة قد أخفوها أظهرها الله لهم وأبداها وكم من معصية قد نساوها ذكرهم الله إياها وهاهم شهود يشهدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع فيودون ويتمنون أن تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا أكتمون الله حديثا يتمنون أن لو كانوا هم والأرض سواء قال أبو فريرة رضي الله عنه إذا حشر الله الخلائق إذا حشر الله الخلائق قال للبهائم والدواب والطير كوني ترابة كوني ترابة للبهائم والدواب والطير كوني ترابة فعندها في هذه اللحظة يتمنى الكافر أن لو كان ترابة فيقول يا ليتني كنت ترابة وما تمنوا ذلك إلا لما يرونه من أهوال هذا اليوم إلا خوفا مما ينتظرونه من الفضيحة بعتابهم ومن الإهانة بحسابهم ومن الخزي والذل والعار بعقابهم ولا أكتمون الله حديثا لأنه قد ظهر كذبهم وافتضح أمرهم بعد شهادة الشهود وحينئذ يقرون ويعترفون بما فعلوه وقالوه وقدموه وبعض سادتنا وإمتنا من أهل التفسير قالوا بل الواو في قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا إنما هي للحال إنما هي للحال بمعنى أنهم يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكونون كذبوا على الله وكتموا وأنكروا اشتركهم وضلالهم كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا حول الأخوة إلا بالله هم يكتمون كفرهم وضلالهم وجحودهم في بعض مواطن القيامة حين يتوهمون أن ذلك قد يمنعهم من عذاب الله جل وعلا فإذا تجلت لهم الحقائق وشهد عليهم الشهود حينئذ يقرون ويعترفون ولا يبقى للكتمان نفع ولا يرجى منه فائدة ولا توجد له أدنى قيمة ثم بعد أن نهى الحق تبارك وتعالى عن الإشراك به جل وعلا في أول الآيات لا تعمدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين أبخلون وأمرون الناس بالبخل إلى آخر الآيات العظيمة بعد أن أمر بالإحسان إلى عباده هؤلاء وإلى معاملتهم بمكارم وأحسن الأخلاق يأمر جل جلاله بإخلاص العبادة تدبر معي إلى عظمة وجلال القرآن بعد أن أمر بكل هذه الأوامر التي عشنا مع اللقاءة الماضية يأمر سبحانه وتعالى بعد كل ذلك بإخلاص العبادة والمحافظة على العبادة من شوائب الكذر وأسباب الخلل والخطل ورأس العبادة الصلاة